موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحب الكرام في هذه الحلقة من المراقب والتي سنتحدث فيها بحول الله تعالى بمناسبة يوم الشهيد عن رسالة رفعها الشقيق إلى عبد المجيد تبون حول الظلم الذي صلت على عائلتي الثورية ووالدي المجاه عندما تسمع للشعارات التي يرفعها العسكر ونظام الثكنات والكزرنات تحس بأن الثورة الجزائرية مقدسة وأن الراية الجزائرية مقدسة وأن هؤلاء بالفعل يخدمون مقدسات البلاد من شهدائها وفورتها ومجاهديها وبيان أول نوفمبر وكل ما في تلك الثورة العظيمة من مقدسات صار يطالها التدنيس للأسف الشديد من بقايا مستعمر الأمس الحقيقة أننا نعيش أسوأ المراحل حيث يجري المساس والتطاول والاحتقار الجزائريين ثم أيضا الرفس على هذه المقدسات بطريقة عجيبة غريبة لا يمكن وصفه البداية تتمثل في أنه في ستينية الاستقلال حيث أن سعيد شنجريحة وعبد المجيد تبون ومن معهما قد زمروا وطبلوا ورقصوا وهزوا البطن والورك لذلك التاريخ المقدس لدى الجزائريين بلا أدنى شك حتى ظن الناس أن أحفاد المجاهدين وأبنائهم عادوا بالفعل للإمساك بقرار الدولة وتسيرها وفق ما يخدم البلاد والعباد غير أن ذلك هو مكر وخداع فهؤلاء يستعملون الثورة لكي يستروا العورة التي صارت مكشوفة لنظام لم يقدم شيئا للجزائريين منذ أن سيطر على الحكم هذه هي الحقيقة يستعملون المجاهدين من أجل التسطر على حركة يسيطرون على القرار يستعملون الشهداء من أجل التسويق لبضاعة من خلالها يخضرون الشعب الجزائري ويعبثون بعواطفه من أجل التغطية على عمالتهم للخارج وعلى خيانتهم للبلاد والعباد كانت البداية في الذكرى الستين قلت وصباح الخامس من شهر جوليا الفين واثنين وعشرين في ذلك اليوم الذي كانت أكانت الصحف والقنوات يعني جعلات يوم غير مسبوق في تاريخ الجزائر في ذلك اليوم كان مجاهد في الثورة الجزائرية وابن شهيد وعائلة كلها ثورية حزين لا يستطيع أن يغادر غرفة منزله بسبب تسلط وظلم تعرض إليه أبناء يتعلق الأمر بوالدي والدي حفظه الله وبارك في عمره في اليوم الذي كان من عادته أن يذهب لحضور المناسبات الثورية سواء تعلق الأمر بأول نوفمبر أو الخامس من جوليا في ذلك اليوم يتلقى ضربة بالنسبة له وهو في التسعين من عمره وتتعلق بطرد أبنائه من العمل ومن السكن وإهانتهم بوحد الطرق غرهيبة لم يقترفوا شيئا ولا أخطأوا في حق الدولة ولا سرقوا حتى مصباح من كسر لا يخدموا فيها لا لشيء إلا لأن شقيقهم هو أنور مالك الذي رفض هذا الانقضاض وهذا الظلم وهذا الفساد وهذا الانقلاب القائم على مصار الحراك الشعبي رفض عودة العصابة بهذه الطريقة المخزية والمبكية والمذرة لمستقبل الجزائر أحد أشقائي يعني هم عندي اثنين وتعرفوا القصة في الدرك الوطني وتم طردهم بعدما أهانوهم لمدة زمنية وأنا لم أبلغ بشيء وفي تلك المرحلة كانوا قد أطلقوا ما يسمى مشروع لم الشمل خدعين الأمن الخارجي راهوا موجود في الخارج يتواصل مع الناس من أجل أنه تبون أطلق مبادرة لم الشمل والأمن الداخلي بالتواطع مع الدرك الوطني طبعا يستهدفون عائلات شخصيات لا تحلم في أواني السلطة عندها أراء ليس الجريمة أن يكون عندك رأي مخالف للسلطة الجريمة أنك تمنع الرأي الآخر هذا هو الواقع وهذا هو القانون الدولي وهذه هي المواثيق التي صادقت عليها الجزائر ووقعت عليها وملتزمة أمام المجتمع الدولي بها يعني في اليوم المجاهد جي الآن تبون يدير رسالة للشهداء واش يقول تبون في رسالته اليوم الشهيد باش تعرفوا بأنه رئيس كذاب أو لا يدري ما يحدث في الوقت بعدما خربطوا لغة الخشب في الأخير قال أتوجه بالتحية والتقدير لإخوان الشهداء المجاهدين أطال الله في أعمارهم وتمتعهم بالصحة والعافية إخوان الشهداء والدي عنده أخوه تم اغتياله في جامعة الزيتونة اختطفته المخابرات الفرنسية واليومنا هذا لا نعرف قبره ولا نعرف ما صيره كان أرسلته الثورة ليدرس في جامعة الزيتونة كمجاهد وبعد ذلك تم اغتياله كمثقف وكرجل علم في جامعة الزيتونة ولم يظهر شيئا عنه وتشاهدون صورته هذا اسم عبد المالك بالخير مات في جامعة الزيتونة ولا أحد يعلم كيف كانت نهايته ولا كيف قتلوه ولا أي شيء من هذا القبيل إذن والدي الذي تم إهانته من طرف من؟ طواطع عمار بن لاني عبد الغني راشدي اللي كان ماسك الأمن الداخلي ومعاهم الجنرال ألحاج اللي ماسك الدرك الوطني وللآن راه يتعنطر ويفعل ما يمكن تخيله على أساس أن الدرك الوطني ملك والده رغم فساده رغم جرائمه بحق الناس رغم الرشة التي كان يأخذها ورغم ما فعله بالناس إلا أنه الآن لأنه محهم من طرف شنغريحة ومقرب منه راه يصول ويجول المهم قال لي إخواني الشهداء المجاهدين والدي مجاهد عمي محمد رحمة الله عليه شقيقه مجاهد هرب من مبنى الدرك الوطني انتع الشريعة من الطابق الثالث قفزوا هرب من السجن كانت أول عملية فرار في مدينة الشريعة ولاية تبسة وبعد ذلك واصل كمجاهد في جيش التحرير ثم بعد ذلك واصل في جيش الوطني الشعبي بعدها زيد الأفراد العائلة أبوهم وهو جدي شهيد تم قتل تحت التعذيب في سجن تبسة من طرف المستعمر الفرنسي لأنه كان يمول الثورة هو رجل ثري وغني ومناضل كان يمول الثورة الجزائرية والمجاهدين كان بيته مفتوح للمجاهدين والأموال ويجمع التبرعات وما إلى ذلك من هذه الأمور تم إعدامه وقتل تحت التعذيب في السجن ولا أتكلم على عمات اللواتي شاركنا أيضا في الثورة وما إلى ذلك من هذه الأمور إذن يتبون إذا كنت لا تعلم فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فأنت كذاب في هذه التحية التي ترفعها إلى المجاهدين عشقائي أنا ملست هنا راني انترجى في هذه السلطة نقول لهم رجعوهم ولا ما رجعوهم هذا يعنيهم يعنيهم ولكن حبيت مبين للعسكريين ولأبناء المجاهدين والمجاهدين أنه نظام كذاب انتقم من مجاهد بسبب مواقف ابنه يعيش في الخارج لو كانت لديهم من الرجول لقارعون نحن عبر الإعلام وعبر أي شيء يرونه حتى لو كانت تربسوا بنا أو ترسدوا لنا من أجل الإعدام لكن لا يهم هكذا يتصارع الرجال ولكن أن يأتي الجنرال ألحاج ثم يستغل منصبه ويتسلط على الناس لم يجدوا لديهم مخالفة واحدة ويخالف القانون يطردوهم يطردوهم السكن وهم عندهم عوائلهم وأبناءهم ثم الأكثر من ذلك فيهم أنهم ما أعطوا لهم ورقيهم ما أعطوهم أسيدي أعطوهم أوراقهم ركمة رودين ولا أي شيء من هذا القبيل وقفوا لهم كل شيء وحراموهم من أي شيء وخلي تعيش خلي تموت انتقاما من أنور مال تنتقموا من أبنائكم اللي أنا أصلا ضد وجودهم في الدرك الوطن حقيقة لو كانوا يطيعوني رهم خرجوا من زمان لأننا نعرف هذه المؤسسة يحكمها الظالمون والفاسدون والمفسدون والفاجرون بمعنى الكلمة ولكن ما كانوا يسمعوني ولا ولا أصلا عندي علاقة بيهم الله يسهل عليهم كل واحد اختار مصيره بل أنهم دائما ضدي حتى الوالد دائما يريدني أنني أتوقف على نقد النظام وضغط علي بكل الطرق ولم أفعل ولن أفعل وقلوا أنا حر وأنت حر في مواقفك والدي دائما مع النظام يعني تروحوا تنتقموا من أبنائكم بسبب أنهم عندهم أخوهم معارض شوف قيمتكم يا عسكر عند نظام لدار أولادهم رهم يطلعوا للخارج يسرقوا ينهبوا ويعيشوا حتى بطرق فاجرة ونعف لساني من ذكرها وأبناء مسؤولين ولو تشوفوا فيهم وشيديروا في فرنسا بينهم اللي عايشين حتى بطريقة تعقوس قزح المهم أعف لساني من الخوض في هذه الأمور المهم أني منذ أيام تفاجأت أن أحد أشقائي دار رسالة إلى تبوه يعني حتى أرسلوا هالي الناس عبر شبكة التواصل الاجتماعي لا شفتها ولا استشارني ولا أي شي هاي أمامكم الرسالة وش يقول فيه إلى السيد رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأعلى لقوات المسلح شكوى أنا لو استشارني لنقول له يعني لو كان استشاري يقول له لا تبعثني لوال ما يملكش القرار وهو الدليل أنه ما يملكش القرار أنه لن يفعل شي رغم أنني بعد بث هذا الفيديو أؤكد بأن الخبر يصله ولكن لن يستطيع فعل شي وإنصاف هؤلاء وأتحداهم إذا وجدوا عليهم شي مخالف للقانون القانون تاعهم راه عندهم الحق طردهم لم يجدوا عندهم الشيء الوحيد الذي يوجدوا عندهم أنهم خرجوا من رحم واحدة مع شخص اسمه أنور مالك المهم الموضوع الشط بالتعسف من صفوف الدرك الوطني والحرمان من الحقوق المادية المعاش والضمان الصحي إلى آخر المهم يقول له أتشرف بالأعرض على سيادتكم الموقرة هذه الشكوى المتضمنة ما يلي خلال شهر جنوبي 2022 وخلال عمل بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج قام القادة العميد زير بشير القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة المقدم خليفي رياض قائد المجموعة الإقليمية ببرج بوعريريج بجمع معلومات وكتاب التقارير تتعلق بقرابة بأخ المسمى عبد المالك نوار المدعو أنور مالك الكاتب والمعارب المتواجد خارج الطراب الوطني منذ زمن تم الاستفسار معي حول علم قيادة الدرك الوطني بهذا الموضوع من قبل فأجبت أن القيادة على علم بهذه القرابة بناء على التحقيق الأول المنجز قبل انضمامي إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي والتحقيقات الدورية المنجزة من الفرق الإقليمية للدرك الوطني بالشريعة بسة آخرها سنة 2020 حيث كانت تستدعي والدي عبد المالك مبروك بين الحين والآخر وتسأله عن هويات ووظائف أفراد عائلة أنور مالك كما أخبرتهم أني أعمل بشكل عادي وليس لي علاقة بنشاطه وأرائه السياسية ولم ألتقيه منذ أن غادر الوطن وعلاقة به لا تتجاوز كونه أخي فقط ها هي لأول مرة أن أسمع بأنهم كانوا يستدعوا والدي سمعت مرة واحدة لأن والدي كان يخفي علي هذا الأمر حتى إذا تصلت به أسأله أننا بخير ما ينقص لشيء وانتهى الأمر ولكن لأول مرة أعلم بأنهم كانوا يستدعوا والدي ويعملوا في تحقيقات علي أنا من حين لآخر تعرضت لعدة تحويلات داخلية وخلال شهر مارس 2022 تم تحويل إلى مجموعة التدخل للدرك الوطني ببرج بوريليش نفس هذه الإجراءات اتخذتها القيادة مع إخي المساعد عبد المالك عبد الغني التابع للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف الذي حول إلى مجموعة التدخل للدرك الوطني بسطيف ثم تم استدعائنا إلى قيادة الدرك الوطني بالشراجة الجزائر حول هذه القضية حيث كان العميد يحيى علي والحاج قائد الدرك الوطني يتابعها شخصيا والذي أصدر عقوبة توقيف لمدة شهر في حقنا خلال شهر ماي 2022 تم استدعائنا إلى مجلس التحقيق بالقطاع العسكري بابنمسوس الجزائر أين علمنا أنه تم تكييف القضية إلى مخالفة أحكام القانون الأساسي العسكري بعدم تبليغ القيادة بصلة القرابة مع المسمى عبد المالك نوار أين تقرر بعدها شطبنا من صفوف الجيش الوطني الشعبي علمت خلال مجلس تحقيق أن أخي أنور مالك مصنف خائن وفار مع العلم أنه لم يتم إخبارنا نحن أفراد عائلتي بذلك من قبل من طرف أي جهة شفت كيف هاي صنفوا فينا خائن وفار هذه مؤسسة عسكرية تتدخل في كل شيء نحن دورنا إعلامي ودورنا سياسي ما دخل المؤسسة العسكرية تصنف الناس وتصنف الإعلاميين بهذه الطريقة وصل الحال إلى قطاع عسكري يصنفنا نحن كإعلاميين وسياسيين في جزائر يدعي تبون وشنغريحة أنها جديدة يعني هاني أعلمت الآن بأنني مصنف كخائن وفار خلال شهر مايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي طعن في قرار المجلس التعسفي ولم أتمكن منها حيث تم تسريحي من الخدمة بعد أيام من ذلك وخلال شهر جوليا 2022 اتصلت بالقيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة لتسوية ملف المحاسبة والتقاعد والعطب حيث أنه لدي ملف طبي عن إصابات مرضية وعمراض مزمنة خلال الخدمة تم إخباري بأنه ليس للحق في أي معاش إلا بعد وصولي إلى سن 44 سنة تضاف إليها خمس سنوات عقوبة كما لم يتم تسليم أي توثيقة تثبت تأدية للخدمة العسكرية مع العلم أني عملت ما يزيد عن 15 سنة خدمة للجيش لأصبح اليوم بلا معاش أو منحة أو ضمان اجتماعي وأنا رب لعائلة وأب لبن في الفطرة الأخيرة قمت بإرسال عدة شكاوى إلى سيادتكم وإلى كل من رئيس أركان الجيش الوطني شعبي الفريق أول السعيد شنجريحة قائد الدرك الوطني العميد يحيى عليه الحاج ولم أتلقى أي رد إلى الآن إن قرار مجلس التحقيق لم ينصفني وهو تعسفي ولم يراعي سنوات خدمتي 17 سنة خدمة لم أرتكب خلالها أي إخلال ومحترم لقنوانين الجمهورية والجيش وملف يشهد بذلك ولم يراعى أيضا أني أنتمي إلى عائلة ثورية فأبي مجاهد ابن شهيد لذلك نلجأ إليكم باعتباركم رئيسا للجمهورية ووزيرا للدفاع الوطني وقائدا أعلى للقوات المسلحة لإنصافي ورد الاعتبار منح حقوق التقاعد لكون عملت المدة القانونية 15 سنة خدمة أو إعادة الإدماج في صفوف الدرك الوطني لإتمام سنوات الخدمة كاملة 25 سنة أمر المصالح العسكرية بمنح حقوق المادية المعلقة وبأثر رجع منذ تاريخ شطبي وقف التعسف مستقبلا بهذه القضية النظر في الإجراءات المذكورة إعلاه واتخاذ ما ترونه مناسبا ولكم مني كل الاحترام والتقدير ودمتم في خدمة الوطن شفت الظلم يعني حتى حقه في الخدمة الوطنية معتوا هلوس خادمة السنين هذه كلها معتوا ولا شيء منذ متى كانت أنه الإنسان يحرم من التقاعد بعقوبة هذه قوانين جائرة هذه قوانين لكي يتم استعباد العسكر فقط هذا التقاعد حقه ره كان يعمل ويدفع يدفع هذه النسبة اللي خاصة بالتقاعد هي أمواله وليست أموال شنجريحة ولا ألحاج هذا ولا أملك أحد من المفروض هذا لكن هذا نموذج على الظلم المسلط على العسكريين أنا أدرك تماما أنه لن يسمعوا إليه ولا أدري أين وصلت هذه الأمور لأنه لم يخبرني بشيء ولكن لما هذه وجدتها وارسلوها لناس عبر الأنترنت رأيت من الضروري أن أقراها شوفوا وين يوصل الحال تعالى الشباب يعني تروح تدمر له حياته ومستقبله لو أنه مسكته في حاجة ولا أي شيء حتى الخدمة متاحهم تخيل لا عندهم علاقة بالمعلومات لنتكلم في أمور سياسية أكثر من مستواهم ومستوى الكثير من الضباط العسكريين يعني أكم شفتوا هذه قرتالكم ورح توصل فترى هل يتجرع تبون وينصف هؤلاء ترى هل سيجيب خل وسيد الأيام القادمة ماذا تخبئ أنا قرناها على العام إذا لم ينتقبوا منه هذا لا أستبعد أن يقول له أنور مالك ها قدرت رسالة قره أنور مالك وهي رهي منشورة في الأنترنت وعلموا بيها أكيد علموا بيها مستحيل لأنهم هم مهتمين غير بالفيسبوك المهم إخواني أكم شفتوا كيف تمت إهانة مجاهد في أبناؤه واتصلتوا عليه وظلموه واحتقروه وما إلى ذلك من هذه الأمور هل بلد فيها مجاهد يحتقر بهذه الطريقة في الذكرى الستينية معناها يجي تبوني الآن يقول رالي نحترم المجاهدين وما إلى ذلك من هذه الأمور يمكن تصديقه أبدا لا يمكن تصديقه هذا لا يمكن تصديقه أصلا لأنه نوع من الكذب يحيي أخوة الشهداء هذا أخوه شهيد وهذا أبوه شهيد يحيي المجاهدين هذا مجاهد وهاهم كيفاش انتقموا منه وما زال حزين عمره تسعين سنة وآه أراه الله يبارك في عمره ولكن واحد تسعين سنة ماذا بقي ليه الآن يتألم على ما آل إليه حال أبناؤه لا لي شيء إلا لأنني أنتقد الصند يعني لازم نطبله ونزمره ها هما ينتقموا من عائلات هذا نظام جبان لأنه أكل غبي عمار بلاني عنده حسابات معايا حرّس عبد الغني راشدي عبد الغني راشدي صديقه أولحاج قال لك لازم ننتقم منه وأسيا كان عنده خاوته هذه ما هيش دولة هذه دولة تحكمها عصابة هذه مؤسسة عسكرية يمكن أن نعول عليها مستقبلاً في حماية مكاسب الدولة الجزائرية من سابع المستحيلات أن يحدث ذلك إذن هذه رسالة من شقيقي أرسلها إلى عبد المجيد تبون منذ فطرة ولا خبر عنها ولا أدري ما حدث فيها ولكن ما يهم شوفوا كيف ينتقمون من عائلاتنا شوف كيف يتعاملوا بطريقة مافيوية شوف تبون اللي في يوم الشهيد يوجه في رسائل للمجاهدين وعيهم كان في الذكرى الستين قد أبكى مجاهد ولم يستطع لأول مرة والدي أن يحضر حفل الخامس من جويليا جي أنت يا أول حاج والجماعة تاعك تصنفني خائن فار ماذا خلنا؟ سرقنا الأموال لو بقيت في المؤسسة العسكرية راني جنيرال الآن ولكن طبعاً إذا وصلت جنيرال راني نص حرامي لأنه لا يمكن أن يصل إلى هذه الرطبة إلا اللصوص والفاسدين هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع الذي يجب أن ينتبه إليه الناس إذن رسالة مفتوحة من شقيقي انتقموا منه علقت بي أننا أبناء رحم واحدة في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام طلب من أبي جهل عمر بن الحكم أنه يقتحم بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فنهاهم وقالهم أتريدون أن يقال لقد روعنا بنات محمد هذا واحد من كبار رؤوس الكفر في عهد قريس ورغم ذلك كانت عندهم أنفة وعندهم شهامة ورفضوا أن يروعوا بنات محمد أنتم روعتم بنات وأبناء مجاهد وأولادهم لا لشيء إلا أنهم أشقائي هل هذه دولة؟ هل هذه هي تبون الذي تدعي بأنك تحيي المجاهدين ويربي بارك في عمرهم وطبعا المجاهدين بقوا قلال رهما انقرضوا وهذا المجاهد الذي دفع الثمن وكان مسجون على فكرة والدي كان مسجون في السجن مع والده ولما مات وقتل والده كان معه في السجن وكان معه عمي وشقيقه الآخر وجد تم اختطافه بطائرة هليكوبتر أول واحد يخذوه من البيت انتاعه بطائرة عسكرية هليكوبتر ولم يعد حينها دفنوه حتى دفنوه ولا يعرف قبره حتى هو إلى يومنا هذا ماذا؟ يعني من هي هذه الوطنية؟ من هي هذه التباكع للشهداء والمجاهدين؟ ومن هي هذه رانا هنا نواجه ونجبر الاستعمار الفرنسي أنه يعتذر للجزائر على جرائمها وما إلى ذلك وأنتم تنتقمون من أبناء المجاهدين قبل أنه تنتقم من أشقائي لماذا لم تحاسب؟ من كان السبب؟ خلانا الآن لاجئين في فرنسا وعشنا هذه السنين محرومين من بلدنا ليقفوا وراء هذا السبب راه بينهم راه لعبها إمام يفسر في القرآن وهو يمارس أعمال الشيطان في مجلس الأمة وغيرهم 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 تعرضنا للظلم فاضطررنا أن نغادر نغادر للأسف غادرنا لمستعمر الأمس ليحمينا من أولئك الذين أو أحذيته التي تركهم يحكمون الجزائر ويحكمون المؤسسة العسكرية عبد المجيد تبون إذا كنت وأنا اليوم أحدثك في يوم الشهيد وفيك رائحة غيرة على الشهداء ها هي رسالة من حفيد شهيد وابن مجاهد ومن عائلة ثورية يشهد لها أهل تبسة وأنه يستنجد بكم بأنهم ظلموا فهل لديك الجرعى أن تنصفهم؟ نترك الأيام ماذا عساها أن تقول وإن كنت أستبعد على الأقل بناء على التجارب الكثيرة أنه يمكن أن يفعلوا شيء أو أن يحاسبوا الحاج على ما فعلوه لأنها جريمة ومؤامرة كانت في جلسة سكر وعربدة بين الغبي عمار بن لاني وهذا عبد الغني راشدي الذي أوقفوه وراه مهدد بالسجن وبين الحاج التقوا مع بعض واعتمدوا على تقرير وكذا وكذا وحكاية طويلة وثم وحكيناها من قبل وبعد ذلك راحوا قال لك خلينا انتقمولوا من أسرته ثم بعد ذلك واصلوا تهديدي حتى من أجل الانتقام من عائلتي خاصة بعدما رحت للمغرب وارجعت والله يهددوا فيي أنهم ينتقموا لي من والدي اللي يجلس مسكيني يحط كرسي قدام داره وصلوا قالوا لي ما أسهل أنه جيه رصاصة في رأسه أو أنه كم يدخل فيه ويقضي عليه وما إلى ذلك من هذه الأمور يعني الدولة تحكمها عصابة مجرمة وبعقلية إجرام يمكن أن نعول عليها أن تضاهي الأمم الأخرى إذا كنتم تتخيلون أن بهذا الضغط قد تعيدون للخلف فأنا أقولها لكم ما زلت سأفتح عليكم أبواب الجحيم في كثير من الملفات القادمة لأن ما اقترفته هذه العصابة ما كانها السجون وليس صناعة القرار لو فتحتم وحاسبتم كل واحد على ظلم حينها سنحترمكم على الأقل وحتى وإن طاردتون من أجل قضايا مفبركة على الأقل نحترمكم أنكم رديتوا الاعتبار للجزائريين في الداخل المهم إخواني الكرام هذه رسالة في يوم الشهيد أنشرها إليكم لشقيق أرسلها إلى تبون الذي يحيي المجاهدين ننتظر ترى ماذا عساه أن يفعل هو أو سعيد شنغريحة هذا الذي كل خرجه أيضا يتحدث عن الثورة والمجاهدين واجدر لكم هذا ابن مجاهد وأبناء مجاهدين ينتموا إلى مؤسستكم وليسوا معي بل أنهم ضدي في أفكاري وضدي في مساري السياسي حتى التواصل معاهم إلا إذا كانت فيه مناسبة اقتضى هالمجلس فقط هكذا مكالمة كانوا موجودين مبروك عليك مولود جديد أو شيء من هذا القبيل ولكن انتقمتم منه بسبب صلة رحم تربطنا بهم وهذا هو الجبن بمعنى الكلمة وهذه ليست شيئا من رجال ولا شيئا من فيهم رائحة الرجول ولكن التاريخ بيننا والقادم بيننا أولادكم أيضا في أوروبا فوالذي نفس بيده كما يدفع الجزائريون مش إخوتي فقط كل الجزائريين إخوتي الذين يدفعون الثمن بسبب ظلم هذا النظام والله سيدفع أبناءكم ثمن ظلمكم ويسترجعون منهم أي الجزائريون سيسترجعون منهم ما نهبوه من الأموال إن نجوتم أنتم من الدنيا وذهبتم إلى ربكم كي يحاسبكم على ظلمكم أولادكم ما زالوا بيننا واذكروا كلامي جيدا نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المراقب إلى ذلكم الحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله